أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أهمية معرض البحرين الدولي للطيران 2022 المزمع إقامته في قاعدة الصخير الجوية في مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر المقبل برعاية ملكية سامية من جلالة الملك المعظم وأشارت الوزيرة إلى أن هذا المعرض بات وجهة أولى لشركات الطيران وأصحاب الأعمال في المنطقة والعالم كما شارت سعادته إلى حرص الوزارة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض على استثمار النجاح الكبير والمتصاعد الذي يحققه المعرض في تنمية القطاع السياحي وتطرقت الصيرفي لتنظيم عدد من الفعاليات السياحية والترفيه المنوعة والجاذبة في إطار البرنامج المصاحب للمعرض مع التوجه بشكل خاص نحو ضمان استفادة المشروعات البحرينية الصغيرة والمتوسطة من هذه الفعاليات وكشفت أن الوزارة استعدت لهذا الحدث البارز على أجندة السياحة الوطنية بالترويج له على المستويين الأقليمي والدولي وألفتت في السياق ذاتي إلى أن وزارة السياحة وهيئة البحرين السياحة والمعارض يعملان من خلال المعارض على جعل البحرين مركزا لاستقطاب بالاستثمارات السياحية للاستفادة من النمو الذي تشهده المملكة ترجمة نانسي قنقر